لا يفوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على نفسه أي فرصة للتحريد على المواطنين العرب وكان آخرها ما جاء في تصريحاته بأن دولة إسرائيل هي لليهود فقط وذلك تعقبا على التساؤل الذي نشرته مزيعة إسرائيلية قالت فيه لماذا لا يكون التعامل مع العرب على أنهم مواطنون متساوو الحكوم يعني مع أنه رئيس حكومي وما بقدر يلغي وما بقدر حتى لو قال أي كلام وأي إعلانات هذا ما بغير وضع البلاد هنا الدولة دولة كل مواطنيها إن شاء أو أبا إحنا هون العرب هون واليهود هون بدنا نتعلم نعيش مع بعض يرى المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل بتصريحات نتنياهو الأخيرة الموجهة ضد العرب ومساهمته الفعالة في ضمان عودة أتباع كهانا إلى الكنيسة انزلاقا خطيرا في سياسة الإسرائيلية وشرعنة للعنصرية والعنصريين تنبع من رأس الهرم تصرحات خاطئة أي رئيس دولة ناجح ممنوع يصرح هيك تصرحات لأنه يعني كل إنسان عنصري هو بحط حاله في محدودية في شئ لها حدود يعني رح يحط نفسه في محدودية لأ انت انفتح على الكل وهيك يعني بتكسب أكتر من جميع النواحي سواء كان النواحي السياسية والاقتصادية والاستماعية كما يعزوا بعضهم تلك التصريحات لوضعية نتنياه السياسية والقانونية وإمكانية سقوطه في الانتخابات المقبلة خاصة بعد اتهامه بالفساد وطلق الرشوة هو كل القرفية تبعته بس للانتخابات استبدو قطع لعيبه أطلق القرفية هاي اتأكد أنه كمان قبل الانتخابات لازم يعمل له مشكلة ويعمل له حرب يعمل له كذا ويعمل له كذا ليش عشان ينجح بالانتخابات بس هو إذا بحرض على العرب العرب عايش غصبا عنه مش بخاطره يعني غصبا عنه فإحنا هاي بلاد بلادنا والأرض أرضنا وعشنا ومنعيش هنا منعيش هنا ومنموت هنا تندرج تصريحات وأفعال نتنياهو وأفراد حزبه الحاكم الليكود ضمن سياسة مستمرة تنعدم بها الضوابط الأخلاقية بينما يؤكد العرب في الداخل الفلسطيني بأن هذا التحريض لن يثنيهم عن الثبات في وطنهم والتشبث بأرض الآباء والأجداد